و العدل الفرق كبير جدا باللتين و حضرتك لو في حلقة دا عزينا مسجلة مش هوى لو حبينا نشرح ازاي القرآن الكريم ادر بالفعل ان هو يبين لنا اعجاز غير طبيعي في مسألة الموارث دي و ازاي المسألة مهيش قائمة على دكورة و انوثة الناس فأما غلط هل تعلم يا سيد احمد ان انا عندي اربع حالات فقط تأخذ فيها الانثة على نص من الذاكر و عندي اكتر من ثلاثين حالات تأخذ فيها الانثة مثل الذاكر او اكتر منه ففكرة التسوية مش جاية حتى في حق الانثة خلي بالك بمعنى ايه هديك مثال بسيط جدا و اكتبوه عندك يا سادة مشاهدين لو توفيت امرأة و تركت زوج و تركت بنت و تركت اخ و اب و ام عندي في المسألة دي انثة اتنين بنت و ام و عندي ذكور ثلاثة عرفيك الزوجوة هيورس كام الرابحة بنص الكرآن لوجود فرع والد اللي هي البنت عرف الميت هتاخد كام النصف يبقى القصة هنا مش قصة انه انثة و ذاكر ده و قال لي يوصيكم الله في اولادكم و لما اتكلم في الاولاد حطي لها او لما اجتهدنا فيها او العلماء اجتهدوا و وجدوا ثلاث اسباب لهذا الموضوع لاي السيداخل فيها اطلاقا كونها انثة اللي بدا ليه ده هو البنت خارج النص ما قلناش ازاي تاخد ضعف ابوها هل تعرف ان الخال ليس له شيء مع انه رجل اللي هو الاخ مالوش عاج محجوب هل تعرف ان الاب له السدس والام لها السدس والمسألة دي هتبقى اكثر من واحد صحيح و انامل في حاجة اسمها اعاول في النهاية اللي عاز اوصلي لسبب مشاهدين عشان يفهم موضوع كويس تونس لما كون في القصة دي اسمحلي انا تبعت الحوار بشكل جيد جدا الرئيس الجمهورية التونسية مع تقديري لما اتكلم في هذا الموضوع قال احنا ما بنتكلمش بالقرآن قال احنا دولة مدنية بنتعامل بالحياة المدنية الدستورية نتعامل بالدستور احنا هنعمل بالدستور وهنعمل بالمساواة و هندعى بالقرآن بس هو قال بعض البيان اللي يخالف الشارع قال محدش يقول للقرآن هاتي النص اللي بقت عالم بالفيديو يا رايز قال احنا ما لناش دعوة بالقرآن قال محدش يقول احنا بين خلف القرآن احنا ما لناش دعوة بالقرآن ارجع للنص هتلاقي بهذا الشكل قال احنا محدش يقول بين خلف القرآن احنا مش بنحتكم من الكرآن قال إحنا بنحتكم للدستور للمدنية والمواطنة الكلام دا موجود في أوروبا وعلى فكرة بيعانوا من الأمرين عايزة أقول لك الحاجة تانية بعض إخواننا غير المسلمين مع تقدير لهم مواطنين بيلجأوا أحيانا لدار الإفتاء المصرية لتحل لهم بعض الإشكاة المرار وبينتظروا من المحاكم أحيانا أن يتحلوا المراس على الشراء الإسلامي للمعجز